والآن نتابع المزيد حول جلسة مجلس الأمن الطارئة وذلك لمتابعة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية وكلمة مندوب الولايات المتحدة الدائم هناك مع العالم بشكل شفاف وصراحة كنا على حق أكثر مما كنا نريد لا نريد لروسيا أن تفلت من أكاذيبها التي تطلقها في العالم ولا أن تستخدم مجلس الأمن وهذا المحفل كمنبر لتشريع عنف بوتن روسيا اعتدت على منازل، مدارس، مياتم، مستشفيات روسيا اعتدت على البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق التي تتعلق بالصرف الصحي والمياه روسيا تحاصر مدراً أوكرانية هناك مئات الألاف من المدنيين الآن الذين لا يصلون إلى الكهرباء أو إلى التدفئة أو إلى مياه الشفة ليقوا على قيد الحياة، روسيا هي المعتدي هنا وبالرغم من ما تبذله روسيا من جهود أن وسائل الإعلام والأوكرانيون يوثقون ذلك في الميدان لا يمكن لروسيا أن تلغي ما ورد على صفحة الأولى في نيويورك تايمز يوم الأسنين والتي أظهرت أم وطفليها توفي بعد محاصرة مدينتهم ومحاولتهم الفرار لا يمكن لروسيا أن تغطي على ما يقوم به المرسلون في وكالة إي بي نيوز والذين يوثقوا مثلاً المقتل الذي طال طفل يبلغ من العمر أشهر قليل ولا يمكن لروسيا أن تضحط ما قالته سي بي أس نيوز حول أنباء عن فتا يبلغ من العمر 11 عاماً فر بنفسه إلى سلوفاكيا ولا يحمل سوى جزواز سفر كيس بلاستيكي ورقم هاتف مكتوب على يديه لا يمكن لروسيا أن تسكت تقارير الجزيرة عن عناصر الروسيين يروعون المدنيين الأوكرانيين هناك صحفيون يعرضون حياتهم يومياً للخطر ليقدموا للعالم آخر الأنباء من قبيل تقرير نوفوريمي عن التصرف الأرعى للقوى الروسية حول المواقع النووية الأوكرانية روسيا تخفق في خلق واقع بديل فحتى الدبلوماسيين الروس لا يمكنهم أن يحافظوا على البروباغاندا هذه في البارحة أن المتحدث باسم الكريملين أشاره لأنه لا يملك معلومات واضحة حول القوات الروسية التي أطلقت نيران على مستشفى للتوليد ثم أن وزير الخارجية نفسه قام بإنكار أن روسيا اعتدت على أوكرانيا وبعد ذلك أشار إلى نفيه أن روسيا اعتدت على هذه المستشفى وهذه كلها أدليل وسبق للعالم أن رأى الصورة السورية على شاشات سيانئان حيث شهدنا امرأة يتم تهربها من موقع لهذه المستشفى بعد الاعتداء عليه حتى أن المواطنين الروس قد ملوا من هذه الأكاذيب الرياضيون الروسيون يكتبون لا للحرب على أحذياتهم الرياضية الروس يجبون الشوارع ويطفونها اعتراضا على حرب بوتين المتعمدة وحتى التلفزيون الرسمي الروسي وهو ذراع البروباقاندا التابع لبوتين دعا إلى وقف الأعمال العسكري ولذلك لم نعترض على عقد جلسة اليوم جلسة اليوم قد أكدت تنبؤاتنا بالنسبة لأهداف روسيا من هذه الحرب وكشفت أكاذيب الروسيا وأبانت أنها جهود خبيثة للتغطية على الفضائع التي ترتكبها روسيا كجزء من الاعتداء غير المشروع وغير المبرر ضد أوكرانيا وهذه من الممارسات التقليدية الروسية التي اعتدنا عليها والعالم يشاهد أدلة بالصور والفيديوهات التي تجمع وتزيد ونحن لن نسمح بهذه الفضائع وخلافا للحكومة الروسية التي سعت في المقام الأول إلى الصمت ولجأت إليه نحن على ثقة بأن الشفافية والصراحة ستكون لهما اليد العليا وندعو الرئيس بوتن لإنهاء هذه الحرب التي لا مبررة لها والتي هي سيئة وشكرا سيدي الرئيس أشكر السيدتين ديكارلو ونكاميتو على الإحاطة وأود أن أدينا بأشد العبارات المزاعم التي لا أساس لها لروسيا تقول روسيا حسب ما تزعم أن هناك اعتداءات كيميائية يتم الإعداد لها في أوكرانيا وأن هناك مختبرات بحثية حول الأسلحة البكتريولوجية دعونا نكون جديين الكذيب روسيا لا تخدع أحدا بل هي جزء من استراتيجية خبيثة للتضليل ولذر الرماد في العيون والتي جعلت منها روسيا أداة من أدوات الحرب لقد أدن هذه الاستفزازات غير المسؤولة قبل بضعة أيام فحسب في منظمة الأسلحة الكيميائية مع 46 دولة طرف أخرى وهي ليست المرة الأولى التي تبث فيها روسيا الأكاذيب من أجل خلق البلبلة بث الخوف والتغطية بشكل أساسي على مسؤوليتها لنذكر بواقع جلي أن روسيا نفسها وليس أوكرانيا هي التي لجأت إلى الأسلحة الكيميائية في السنوات الفائتة على أراضي أوروبا وروسيا نفسها هي التي تحاول أن تغطي بالأضليل على الاعتداءات الكيميائية للنظام السوري وتشعر فرنسا ببالغ القلق حيال أن تكون حملة الأضليل هذه المقدمة نحو استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية من قبل روسيا في أوكرانيا هذه أسلحة يحضرها القانون الدولي ولا يجب أن تستخدم قط في أي سياق كان ومن قبل أي كان لقد التزمت روسيا بذلك من خلال المصادقة على اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إن الإحاطتين التي استمعنا إليهما صباح اليوم واضحتان فالواقع هو أن روسيا قد فكرت مسبقا بالعدوان على دولة سيدة وانتهكت مثاق الأمم المتحدة والحقيقة هي أن روسيا قد شردت ملايين الأوكرانيين مما أدى إلى أخطر أزمة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وروسيا هي التي تقصف يوميا منذ 15 يوما ماريوبول ومدنا أوكرانية أخرى ومرافق مدنية في انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وروسيا هي التي تقتل يوميا أعدادا متزايدة من الأبرياء الأوكرانيين إن حملة التضليل وكذلك حق النقد لا يمكنهما التعتيم على هذا الواقع المرير والقوانين التي اعتمدتها موسكو لكم أفواه الصحافة والمعارضين والمعطاردين على الحرب في روسيا لن تفلح في ذلك فلا الشعب الروسي ولا العالم يمكن خداعه وشكرا أشكر ممثل فرنسا على بيانه وأعطي الكلمة الآن لممثلة المملكة المتحدة شكرا سيدي رئيس اليوم روسيا قدمت سلسلة من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها دعوني أقول ذلك بشكل تبلوماسي كل ذلك محد هراء ما من دليل واحد فقط على أن أوكرانيا تملك برنامجا للأسلحة البيولوجية أوكرانيا دولة الطرف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية وكما سمعنا المختبرات البحثية هي مختبرات أنشئة للتعامل مع مخاطر الصحة العامة ومقدمو الإحاطة اليوم قد أكدوا ذلك إنها محاولة أخرى في إطار حملة ضدليل الروسية لقد قالت روسيا أنها لم تخزو أوكرانيا وبعدها غزت أوكرانيا وزير الخارجية لافروف قد قال أن روسيا لم تخزو أوكرانيا وكرر هذا العبث مرة أخرى بالأمس مجموعة من الأكاذيب قالت روسيا أن أوكرانيا تعد قنبلة قذرة وكانت هذه أكذوبة أخرى بالأمس قالت روسيا أن امرأة حامل قد افتعلت إصاباتها في مستشفى ماريوبول الذي تعرض للقصف وهذه أكذوبة بشعة وصلت روسيا اليوم إلى أحقر المستويات ولكن مجلس الأمن لا ينبغي أن يصل إلى هذا المستوى إذن دعونا نعود مرة أخرى للحقائق روسيا تغزو أوكرانيا في انتهاك للقانون الدولي روسيا تقتل مئات المدنيين من خلال القصف العشوائي للمدن الأوكرانية وهي تستخدم ذخائر عنقودية وصواريخ حرارية ضغطية وهي أسلحة صنعت للحق أكبر قدر من الضرر روسيا تستهدف المستشفيات والمدارس وترتكب قرائم حرب آلاف القنود الروس والأوكرانيون قتلوا وذلك سيدمر حياة أسرهم 2.5 مليون من الأوكرانيين قد أصبحوا في عداد لاجئين مليون طفل أكبر على الفراري من غزو الرئيس بوتين هذه حرب اختيارية وعلى روسيا أن تنهيها السادة الزملاء لقد انتهكت روسيا التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ولكن لا ينبغي أن نسمح لروسيا بتخريب نظام متعدد الأطراف تابعنا معا كلمات المندوبة الخاصة بالولايات المنتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن وكذلك أيضا البندوب الفرنسي ومندوبة المملكة المتحدة الدائمة في مجلس الأمن وذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والتي انعقدت بطلب روسي وذلك لبحث التقارير المتعلقة بالأسلحة البيولوجية في أوكرانيا